وصل رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد إلى مسقط في زيارة دولة تستمر يومين إلى سلطنة عمان للمزيد دعونا نتحول لزميل فيصل بن حريز من أمام قصر العالم بمسقط ليضعنا في مشهد هذه الزيارة فيصل نعم إمان وصل قبل قليل رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد إلى مسقط طبعا قبل أن تحط هذه الطائرة رافقت طائرات عسكرية رافقت الطائرة الرئاسية الإماراتية في إشارة ترحيب كبيرة جوا قبل أن تصل إلى الأرض وطبعا على الأرض البروتوكول كبير والتحذيرات كبيرة الفرق الحرس السلطاني وأيضا الخيالة السلطانيين سيرافقون هذا الموكب في مرورا ببوابة مسقط في إشارة لترحيب كبير البوابة طبعا إمان بعد ذلك سيتجه هذا الموكب بمرافقة عدد كبير من الحرس السلطاني وأيضا الخيالة والهجانة السلطانيين إلى هذه الساحة حيث نتواجد هنا ساحة قصر العلم كما نتابع إذن عدد كبير من أفراد الفرق الفلكتورية الشعبية السلطانية يتواجدون هنا في هذه الساحة في دلالة ورمزية على استقبال كبير وبروتوكول بروتوكول يصل إلى زيارة دولة وهي طبعا إمان أعلى الزيارات الرسمية مستوى بين أنواع الزيارات التي تتم بين قادة الدول ورؤساء الحكومات إذا ما مررنا عبر هذا الطريق الطويل باتجاه قصر العلم نتذكر هنا محطات تاريخية إمان مرت فيها العلاقات الإماراتية بين الإماراتية العمانية بالعديد من المحطات أسهمت في ترسيخها نتذكر بشكل سريع اللقاء الأول الذي جمع السلطان قابوس وأيضا شيخ زايد في إشارة لبدء العلاقة كانت عام 1968 حتى قبل قيام دولة الإمارات واحدة من أهم المحطات التاريخية إمان كانت عام 1991 في هذه المحطة كانت زيارة تاريخية تم على إثرها توطيد العلاقة خاصة في المجال الاقتصادي بعد ذلك وصلت الإمارات والتجارة البينية بين الإمارات وعمان إلى أكثر من 55 مليار درهم طبعا إمان هذه العلاقات تمتد لكن التحدي الأساسي هنا هو كيف يمكن البناء على هذا التاريخ الكبير العلاقات المتبادلة بين الجانبين ننتظر بعد قليل أو خلال لحظات من الممكن أن يصل الموكب من بوابة مسقط إلى هذه الساحة وهناك عدد من الزيارات ليس فقط الجانب السياسي سيكون حاضرا بل أيضا الجانب الثقافي والاجتماعي بين البلدين سنرصد لكم لحظة بلحظة بالرصد والتحليل الصورة لمسار البروتوكولي راسخة ومهمة جدا بالنسبة لأطرفين في مساعي تكريسها وتحقيق ربما التكامل على مستوى مختلف الصعود لكن ما هي الرهانات المطروحة خلال هذه الزيارة لتكريس وتعزيز هذا التعاون لدينا يعني رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة عكس هذا الاهتمام وهذه الأولوية اللي يوليها للعلاقات ما بين البلدين عندما قال أن الإمارات وسلطنة عمان أخوة متجذرة وعلاقة ممتدة لا تزيدها الأيام إلا رسوخا وقوة ومحبة هناك أيضا دلالة على ضرورة البناء على هذه الروابط أتحدث عن الروابط التاريخية الاجتماعية الثقافية ومرورا أيضا نجاح المستوى الاقتصادي الإمارات أكبر شريك عربي لسلطنة عمان وثالث شريك دولي بعد الولايات المتحدة الأمريكية وأيضا بريطانيا الاقتصاد يلعب دور مهم خاصة في ظل تحديات إمان عدة يواجهها العالم الاهتمام بالجوار يعود بالنفع على البلدين هناك تأكيد أيضا يبقى دائما ونكرر التحدي في تقريب الرؤى وأن تكون بالفعل هذه الرؤى متقاربة فيما يتعلق بالملفات السياسية بالطبع تابعنا خلال السنوات القليلة الماضية إمان تحديات كثيرة على المستوى العمل الخليجي الخليجي المشترك هناك رغبة من الزعيمان الشيخ محمد بن زايد وأيضا السلطان هيثم بن طارق على ضرورة تقريب الرؤى ليكون المكون الخليجي أكثر قوة ومتانة بعد هذه النجاحات على المستوى الاقتصادي لابد أن يكون هناك قوة سياسية ورؤى أكثر توازية انصح بالتعبير بين العواصم الخليجية ولعل البناء بين أبوظبي ومسقط سيكون أكثر سهولة للروابط العميقة والبعد الاجتماعي والتاريخي الحاضر بين البلدين زيارة كبيرة في رمزيتها بروتوكول كبير يعني استقبال بطائرات حربية للطائرة قبل أن تحط على الأرض وربما إضافة للبروتوكول الكبير الذي دائما ما يحظى به أي زائر في زيارات الدولة إلى مسقط إضافة لعدد أيضا الخيالة في رمزية لترحيب كبير وربما بداية مرحلة جديدة في هذه العلاقة أساسها توحيد العمل الخليجي المشترك أيضا سيكون حاضرا الملفات الإقليمية هي الأهم في ظل تحديات أيضا دولية سنرصد طبعا من المتوقع أن في أي لحظة يقترب الموكب ونرصد لكم عند اختراب الموكب التفاصيل لحظة بلحظة ببعدها أيضا البروتوكولي وأيضا أبعادها السياسية والاقتصادية وستقول لنا عودة معك لمزيد من المتابعة شكرا جزيلا لك فيصل بن حريز من أمام قصر العالم في مسقط